أمطري حباً وطهراً يا سماء واملأي الأرجاء سحراً ونقا طرح آخر قدمه خزعل وهو أن اسم حواء مأخوذ من السومرية الزايدة قال لك في وحدة في الأسطورة السومرية اسمها ننتي مالها ننتي؟ هل مثلاً هي زوجة ألولم اللي هو المفترض أنه هو آدم عند خزعل؟ لا ليست هكذا إذن لماذا افترضت أن ننتي هي حواء؟ قال لك ننتي هذه علجت ضلع شخصية أسطورية في الثقافة السومرية اسمها الإله إنكي طيب ما هي علاقة حواء بكل هذا الموضوع؟ قال لك ماها في ضلع طالما في ضلع إذن ننتي هي حواء يعني مجرد أن الأسطورة السومرية فيها شخصية أسطورية اسمها ننتي علجت ضلع شخصية أسطورية أخرى اسمها إنكي إذن قصة حواء عليها السلام بكل تفاصيلها مأخوزة من ننتي عسين كلمة ضلع ما هذا المستوى من التلفيق؟ حواء خلقت من ضلع يعني فيها ضعف ما علاقتها بأن في واحدة في الأسطورة السومرية علجت ضلع؟ ما علاقة هذا بهذا؟ يعني حتى مش عارفين تسبك الشبهة وحتى كون حواء عليها السلام خلقت من ضلع هذا للتشبيه كما عند بعض أهل العلم يقول الشيخ الألباني رحمه الله نقلا عن القاري في شرح المشكاه خلقت من ضلع خلق فيه عوجاج فكأنهن خلقنا من الأضلاع واستعير للمعوج صورة أو معنى كما في قول الله عز وجل خلق الإنسان من عجل يعني تفترض أن قصة موسى عليه السلام بكل تفاصيلها وكل أبعادها وكل تاريخها مستوحى من قصة سرجون الأكادي لمجرد أن كلا قصتين فيهما أن الشخص ألقي في نهر تفترض أن قصة حواء عليها السلام بكل تفاصيلها مستوحى من قصة نينتي لمجرد أن هنا وراء الضلع وهنا وراء الضلع كلام عجيب وتلفيق من أعجب ما يكون تكلف مدهش والأهم من كل ما سبق كما نقول دائما أن الثقافة السومرية والأسطورة السومرية اختفت قبل بني إسرائيل اختفت بكل ما فيها باء من نينتي وإن مدرانة وكل هذه التفاصيل فأطروحات خزعل بصراحة هي أفلام خيال علمي سازج صدقوني أنا أستطيع أن أكتب أفلام خيال علمي أكثر حبكة مما يفتعله خزعل أجب لك صورة سيف من أحد الأساطير القديمة وأقول لك أهو إذن قصة خالد بن الوليد في الإسلام مستوحاه من هذه الأسطورة سيف الله المسلول صدقوني لو قالها خزعل لصدقه بعض الناس المشكلة أنه هو بيحيلك للأصول اللغوية لبعض الكلمات دون أن يعرف أصلاً أي شيء عن هذه اللغة التي يحيل إليها ده حتى أسفار التوراة لا يعرف أسماءها إذن الأسطورة السومرية لا علاقة إطلاقاً بينها وبين القصص اللي في التوراة لا في الأسماء ولا في التفاصيل ولا في المعلومات ولا في أي حاجة يقول جيرهرد هاسل لا علاقة بين قائمة ملوك سومر وبين الأسماء في التوراة يتجلى هذا في الأسماء وطول العمر وفترات الحكم وخط النسب والمعلومات الزمانية والأيديولوجيا وكل شيء كل شيء مختلف فهي القضية أن في ناس عوزين شككوا المسلم في دينه وفي نبيه وفي قرآنه وفي ربه هي دي القضية ومش عارف يهاجم القرآن صراحة فبيستخدم التوراة حتى يصل إلى مطلوبه والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون